اشتركوا في القناة ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا لك يا رب العالمين حريم بنا أيها الإخوة أن نتطرق إلى صفة كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وما أحوى جنائي وربي في هذا الزمان إلى تلك الصفة التي قل كثير من الناس أن يتصف بهذه الصفة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصف بصفة الصدق الصادق الأمين كانت قريش قديما قبل الإسلام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين بالصادق الأمين هذه الصفة المباركة جاءت بالقرآن كثيرة وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ زَكَّى رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَلْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَاصِفًا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ هذا يبين لنا على هذه الصفة المباركة التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لما أسري في قصة الإسراء والمعراج للنبي عليه الصلاة والسلام فأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء إلى سدرة المنتهى وعاد في نفس الليلة لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قريش أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ذهبوا إلى أبي بكر يهرولون مسرعين ظنين أنه سيكذب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يقول يزعم صاحبك أي النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء انتهى الأمر عند أبو بكر فظن المشركون أن أبو بكر مباشرة سيكذب النبي عليه الصلاة والسلام قال أوقال ذلك هو قال شديد قالوا نعم قال إني لأصدقه بخبر السماء أنا أصدق أعظم من هذا إن قال ذلك فقد صدق انتهى الأمر عند أبو بكر إن قال النبي عصاة أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس إلى فلسطين ثم عرج به إلى السماء فقد صدق إني لأصدقه بخبر السماء إن قال ذلك فقد صدق هذا يبين لنا على اتصاف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة المباركة ها هو النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أمنا أم المؤمنين أولى زوجاته رضي الله عنها وأرضها خديجة خديجة الذي جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشرها ببيت في الجنة انظروا ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا لخديجة وفيا لخديجة حتى بعد موتها فكان يشكرها في حياتها وبعد ما ماتها يذكرها ويدعو لها هذا هو الوفاء لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة فقال زملوني زملوني حتى يذهب هذا الروع والخوف لأنه رأى جبريل لأول مرة فماذا قالت خديجة هل كذبت النبي عليه الصلاة والسلام وحاشأها قالت خديجة فقالت والله لا أخشى عليك فوالله إنك لتصل الرحم لا يخزيك الله أبدا تقول له انظروا إلى تعامل الزوجة مع زوجها قالت فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق بالحديث وهو الشاهد الصدق وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر انظر إلى الصفات التي ذكرتها خديجة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فتبين فتتبين لنا شهادة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لصدق النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام نقف عند هذا الفاصل اليسير بتوفيق العليم القدير حياكم الله أيها الإخوة والأخوات لازلنا وإياكم في هذا الباب ألا وهو الصدق في النبي صلى الله عليه وسلم أو بمعنى الصادق الأمين الذي كان يتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم ولذلك شهادة قريش بصدق النبي صلى الله عليه وسلم بل وعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام من نعومة أظفاره بالصادق الأمين واشتهر ذلك بين الصغار والكبار فلم يجرب ويعرف عليه الصلاة والسلام أنه كان يكذب وحاشأه صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذه القصة المباركة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهر بالدعوة إلى الناس جاء والحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا على الصفاء فجعل ينادي في أفخاذ قريش يا بني فهر يعدد أفخاذهم لبطون قريش حتى اجتمعوا أناس كثير لما سيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم بأفخاذهم فاجتمع الناس وتجمع الناس حتى إن أحدهم إذا لم يستطع أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خادمة اذهب إلى ذلك الفتى وانظر ماذا يقول فجاء أبو لهب من بينهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي خلف هذا الوادي خلف هذا الجبل تريد أن تغزوكم أو مصدقيني صدقوني لما أقول لكم الكلام هذا قالوا ما جربنا عليك كذبا قط ما عمرنا سمعناك تكذب فقال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أني رسول إليكم فقام أبو لهب بين القريش فقال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا ألي هذا جمعتنا فأنزل الله عز وجل هذه الصورة تتلى إلى يوم القيامة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد انظروا إلى السفاهة في القول من أبو لهب لما قال تبا لك ألي هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فأنزل الله عز وجل هذه هذه الصورة ولذلك أيضا في شهادة أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم أمام ملك حرقل لما قال ما تقولون بهذا الرجل فقال والله يصدق بالحديث ولا يكذب فعدد أوصاف وأنه صاحب أمانه فعدد أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام مع أن أبو سفيان في هذا المشهد في هذا الموقف لم يسلم إلى الآن لكنهم كانت وهذا ديدن العرب قديما لا يحبون الكذب ويتعاظمون من يتعاظمون الرجل الذي يكذب لما سأله هذا الملك قال لا إنه صاحب أمان ولا يكذب ويصدق بالحديث وعدد بعض أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام صادقا بالقول صادقا مع من حوله وشهادة الأعداء به أيضا كانوا يصدقونه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصدق مع من حوله ولذلك يعني قيل والحق ما شهدت أيضا به الأعداء ولذلك عرف عنه صلى الله عليه وسلم في صدقه أيضا في الجد لما قيل يا رسول الله تمزح قال نعم أمزح ولكن لا أقول إلا حقا لا أقول إلا حقا ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في مداعبته ومزاحه عليه الصلاة والسلام كما جاء عن أنس أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا حاملك على ولد ناقة فقال وما أصنع بولد ناقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام وَهَلْ تَلِدُ الْإِبْلِ إِلَّا النُّقْ انظروا إلى 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 مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الذي يتطرق إلى هذا الباب وإلى هذا الجانب وهي صدق النبوة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صفحات مضيئات في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تبين على صدق نبوته صدق رسالته صدق أمانته أنه هو الصادق الأمين كما كان يلقب قبل بعثته وبعد بعثته بهذا القدر نكتفي وإلى لقاء آخر نلتقي إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة